بالنسبة لي السؤال الأستاذة سعدة واللي بتقول إنه وهي في بداية زواجها بتقول كنا أفترت أنا وزوجي بيئة الجماع في نهار رمضان فهو طلع الكفارة وصام اليوم هل علي الصيام والكفارة؟ الفدية الكبرى بتلزم الزوج فقط اللي هي صيام الستين يوم وبعد كده مش بيقدر بينتقل ليه الإطعام اللي هو ستين مسكين لو يعني لم يستطع يعني الصوم وبيلزم الزوج والزوجة قضاء هذا اليوم مع التوبة والاستغفار يبقى علينا قضاء اليوم النواحي الخاصة بالكفارة الكبيرة يقوم بها الزوج وهي بالتدريج زي ما رأيه زي ما شفت وقضاء اليوم يجب عليكم أنتو الاتنين والتوبة الاستغفار لمخالفة الأمر الإلهي في هذه المسألة يا أستاذة سعدة